مساءكم خير دايما الكلام عن الاقتصاد بيبان انه مكالكع وصعب ودايما لما نشارك حضراتكم كده بتقارير عن الاقتصاد يبقى فيه ناس فهمة ومتبعة ومركزة في الموضوع ده وناس بتقول ده ما يهمنيش في حاجة. قال النهاردة بس عايزة ابتدي مع حضراتكم من خبر ما هواش من شبكات اعلامية ولا اخبارية محلية لكنه من شبكات دولية وخبر يخص الاقتصاد المصري وعايزين نفك الاشتباك. يعني عايزين نفهم تقديرات العالمية للاقتصاد المصري. او عايزين نفهم لما شبكة سين ان مثلا تتكلم على رفع صندوق النقد لتقديراته لنمو الاقتصاد المصري الى 5.6 من 10 خلال العام المالي 21-22 ده معنى ايه؟ يعني نفهمها بس او نعرف يعني ايه رفع الاقتصاد بينمو بالمعدلات زيه؟ اللي سيانان كمان قالت انه التقديرات دي تجاوزت تقديرات البنك الدولي الاخيرة بنسبة 0.1% او صاصل 1 من 100 او 1 من 10 في المية. ده ده في الاقتصاد ده رقم مهم. سيانان قالت كمان في تقريرها انه رفع صندوق النقد لتقديراته بالنسبة لمصر ليه اسباب طبعا من ضمنها المشروعات القومية الكبرى ومن بينها طبعا مشروعك حياة كريمة من ضمن الاسباب دي رفع او العائد الكبير اللي حصل من ايرادات السياحة اللي اتعافت بشكل كبير وعادت لطبيعتها بعد نشاطات حصلت على مدار السنة اللي فاتت